ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبضة على الفلسطين الأصل نعيم عباس وهو أحد قيادية الوية عبدالله عزام في منطقة المزرعة بالقرب من الطريق الجديدة القوى الأمنية استطاعت في عمليتها ألقاء القبض على شخصين سوريين يرافقان عباس الموقوف نعيم عباس اعترف خلال التحقيقات معه بوجود سيارة مفخخة بالعبوات الناسفة داخل موقف للسيارات في المزرعة حيث قام الجيش بتفكيك العبوة من السيارة وهي ربعية الدفع وتحمل مائة كيلو جرام من المواد المتفجرة نعيم عباس اعترف أيضا بوجود سيارة تنتقل من سوريا إلى لبنان عن طريق بلدة عرسال وهي مفخخة بأربعين كيلو جراما من المتفجرات ألقى الجيش القبض على ثلاث نساء في السيارة نفسها على حاجز في بلدة اللبوة القريبة من عرسال الموقوف عباس اعترف بوجود مستودعين حويان متفجرات للاستعمال في منطقتين السعديات جنوب بيروت والشويفات حيث فجر انتحاري نفسه قبل أيام في حافلة للركاب الجيش اللبناني قام بمداهمة هذه الأماكن واستطاع اخراج كمية من المتفجرات منها كما قامت دورية للجيش بتفكيك أربعة صواريخ موجهة إلى الضاحية الجنوبية من منطقة الدبية جنوب بيروت وفيما ترددت معلومات صحفية عن توقيف أحد حراس منزل سعد الحريري بسبب علاقته بن عيم عباس أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا أكدت فيه ألا صحة لهذه المعلومات بعد إجراء التحقيقات اللازمة عمر حرقوس العربية